وما أوسلوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر نحن في هذا البرنامج أيها الأحبة الكرام يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم مع بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة يقول السائل بارك الله فيه هل الحامل المرأة الحامل يعني يقع عليها الطلاق وهل هذا الطلاق يعد من أنواع الطلاق السني أم من أنواع الطلاق البدعي أقول وبالله تعالى التوفيق نعم المرأة الحامل يقع عليها الطلاق لأن الله عز وجل رتب لها عدة في كتابه الكريم وما دام رتب لها عدة في القرآن الكريم فالعدة معناها أنه قد وقع عليها الطلاق قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن طيب خلونا ناخد أول اتصالات وأعود إلى السؤال مرة أخرى أم ياسمين ولا أم ياسين السلام عليكم وعليكم السلام عليكم يا شخص عبان مرحبا حياكم الله عمل إيكم بخير والله الحمد لله الله يكرمك لو سمعت يا شيء لو أنا بسمع برنامج مثلاً الززيع البرنامج دي وحدة متبرج أنا علي زين أنا أسمع برنامج في واحدة متبرجة آه يعني في واحدة متبرجة طيب فيه سؤال تاني ولا حاجة فيه سؤال تاني يا معصمين طيب سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم الشيخ سيدي مرحبا عليكم السلام فضل الله يكرمك والله العزة يكلم الشيخ بس يديدنا حضرك الأول رقم الشيخ الدكتور جمال الملك يعني أي حاجة صرفك عندكم تاسة طيبة حضرك أليك الملك يعني أنت الآن عايز تليفون الشيخ الدكتور المراكبي يعني دكتور جمال الملك عند حضرك لا للأسف الشديد والله ببقى الشيطير عند حضرك لا 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 السلام عليكم السلام عليكم ألو تفضلي يا بنتي ألو معاك تفضلي لو سمحت لو واحد ظالم نعم دعوته مستجابه هو ظالم أيوه حتى لو كان أب دعوته مستجابه وهو ظالم يعني أه وتقال تاني لو سمحت نعم آآ يعني الجوزي كان قال لي لو جدت سيرت الناس معينة كده لو حد لو أمك ولا والدتي جدت لك سيرته تكونوا محرام علي أيوه وهتقالك قدام ربنا تكونوا محرام علي وأمه وقته جابه له سيرت الناس بي هلأ أنا كده فأنا محرام عليه بس سألها وقلت له أطخصة من المشكلة جمدة مشكلة جمدة يعني بين وبين ماشي مشكلة يعني مشكلة ما هلاش آخر طيب ملاش آخر ليه وفي مشاكل يا بنت ملاش آخر لأ هو هو كده سأنا قلت طبعه صعب جدا يا شي صعب جدا طيب طيب ماشي أجاوبك إن شاء الله ماشي جاوبنا هناك ترعب لما ييجي ويتمع حاضر قولي لا إله إلا الله طيب السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ شعبان بارك الله وفيك الله يكريمك تفضلي بعد إذن فضيلتك جوزي بياخد شغل بياخد الشغل على 12 جنيه ولو مش فاضي بيديه للصناعية تاني على 10 جنيه كده الـ 2 جنيه الفرد بيبدي عليه زنب فيهم حاضر السؤال التاني بعد إذن فضيلتك نعم الحامل لو مش هتقدر تصوم ينفع تكفر دلوقتي ما صامتش يعني رمضان اللي فات يعني ولا إيه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي يا أخي الله يكريمك تفضلي عز الشيخ حضرتك الشيخ معك بس وط التلفزيون شوي وط التلفزيون أم ورحمة طبعا أنا عندي سؤالين لو تمام خير يا رب إن شاء الله سبحان الله يبارك فيك يا رب وخليه أول سؤال أنا يعني يوليها جاهزة والحجة اللي يبارك لها فقمة الإسلام معلمان يعني الصلة فمعايا أختي زي كده عزيات تصلك نعم فعلمتها الصلة يعني وقرأت القرآن وقرأت القرآن والآيات الصغيرة نعم فعالتها تقدم القرآن وقلت لها يعني يقول خدم القرآن يعني جزء منه إنك تقري للآيات الصغيرة أيوه أه تقول لها لو واحدة قايت لها أوفتنا بالإسلام برضو اتناش قلت صوبيحة على المصحة إنك ختمت القرآن أيوه هل كده يعني صحيح ولا يعني أخذ زم إن أنا ما خلتك مثل كتب القرآن الثانية جعل جيد حاضر شكرا تفضلي طيب كنا بنكلم هل المرأة الحامل يقع عليها الطلاق نعم المرأة الحامل يقع عليها الطلاق لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بقي الشق الثاني من السؤال هل هذا الطلاق يعد من أنواع الطلاق البدعي نعم عده بعض أهل العلم من أنواع الطلاق البدعي بالفعل ليه لأنه ربما يقع يعني الزوج يطلق المرأة في بداية الحامل فتبقى عدتها تسعة أشهر كاملة فإطالة العدة على المرأة تعمد الزوج إطالة العدة على المرأة هذا من الظلم لها وبالتالي عده بعض أهل العلم بالفعل من الطلاق البدعي يعني الطلاق المخالف للسنة لكن يقع أي ونعم يقع مع الإثم للمطلق في هذه الحالة إذا فعل هذا عامدا إرادة أن يوقع مظلمة على المرأة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد كان السؤال الثاني هو بيقول طلاق البدعي طلاق لا لو ما هو طلاق البدعي طلاق السنة الطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للسنة طلاق السنة طلاق السنة كما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري وغيره انه ان يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه اذا طلق الزوج زوجته في طهر طهر من الحيض يعني لكن طهر لم يمسها فيه هذا هو طلاق السنة اي طلاق اخر غير هذه الصورة بيسمي العلماء طلاق بدعي لكن عند الائمة الاربعة الطلاق البدعي يقع مع الاسم للمطلق اللي هو الزوج اذا كان فعل هذا عامدا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اختنا ام ياسمين او ام ياسين ربما تقول هل يجوز اني اتابع برنامج مثلا على قناة ولا فضائية ولا غيره فيه فتاة او امرأة متبرجة يعني كما نقول ان جيت للحق ما يصحش نحن نريد ان نقاطع هؤلاء ولا نعطيهم زخما ولا نعطيهم مزيدا من الجماهيرية لانه بناتنا بيفتنوا بهذه الفتيات المتبرجات وبهذه النساء المتبرجات ليه لانهم ملمعين ويقدموا لبناتنا على انهم نماذج وعلى انهم قدوات للمجتمع فبناتنا بيفتنوا بمكياج هؤلاء وبشعور هؤلاء وبمنابس هؤلاء وبتبرج هؤلاء فاحنا عايزين نحفظ على انفسنا ديننا ونحفظ على بناتنا ان يقعن فريسة الفتنة بهؤلاء يعني الافتخار بهن والاعتزاز بهن واعتبارهن نجمات كما يقولون او قدوات للمجتمع يريد كل الناس تبقى حريسة على ان احنا نقاطع مثل هذه البرامج حتى لا نعطيها الزخم من ناحية ولا نعطيها جماهيرية من ناحية ولا نعطي ابناءنا فرصة ان يفتنوا بها والعياذوا بالله سواء كانوا بنين او كانوا بنات وكذلك الزوج يعني انت جلسة والزوج جالس ويرى امرأة في غاية السفور والتبرج هذا حرام جدا بالنسبة للزوج وحرام بالنسبة للابناء الذكور البالغين وربما يكون فتنة للنساء وفتنة للفتيات من ناحية الافتتان بملابسهن وتبرجهن وسفورهن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اختنا المتصلة بتسأل هل يطار الرجل الظالم ممكن يكون دعاء مستجاب طبعا مش ممكن يكون دعاء مستجاب لان الدعاء حتى يكون مرشحا للاستجابة او مرشحا للاجابة من الله تبارك وتعالى لابد ان يستوفي شروطا وادابا وان يجتنب الداعي موانع استجابة الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم والذنوب والمعاصي ومنها المظالم التي نوقعها على الآخرين الذنوب والمعاصي تباعد بين الدعوات وبين استجابة الله عز وجل له فسواء كان الاب بقى ولا الزوج الانسان الظالم المتعدي ربما دعواته ابعد ما تكون عن الاستجابة لكن يمكن هو الاشتباه كما يعني اضاف الاخونا السيد ايمن هي مشتبه عليها ان دعوة الوالد مستجابة ودعوة الولد مستجابة طب لو الوالد والوالد دول ظالمين واصحاب ذنوب ومعاصي هل تستجابوا دعواتهم بالطبع المبدأ العام ان دعوة الوالد مستجابة اذا استوفت الشروط وانتفت موانع اجابة الدعاء يعني مش كل دعاء للوالد مستجاب ومش كل دعاء للوالد مستجابة ومش كل دعاء لأي والد يستجاب او لأي والدة يستجاب الا ان تستوفي الدعوات الشروط والاداب من ناحية وتنتفي موانع استجابة الدعاء من ناحية اخرى لكن احنا عموما كابناء وبنات لهؤلاء الاباء والامهات لابد ان نحضر ان تقع علينا دعوة من دعوات الاباء والامهات خشية ان توفق الساعة من ساعات الاجابة وتكون نفس الدعوة دي استوفت الشروط وانتفت عنها موانع اجابة الدعاء فنقع نحن في بأس بؤس شديد والعياذ بالله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا كان بتسأل الزوج حلف عليها لو جبتي سيرة بيت فلان او لو اهلك في البيت عندكم والدتك واخواتك جابولك سيرة بيت فلان فتكون متحرمة علي الواجب على الزوجة في مثل هذه الحالة ان هي تبلغ اهلها يا اهلي يا والدتي يا اخواتي يا اخواني الزوج حلف بالمعنى الفلاني الله يكرمكم لما اجي عندكم ما تجيبوه سيرة الناس دول على الاطلاق وانا موجودة في وسطيكم لانه هو حالف لو جبتوا سيرتهم وانا معاكم فا اكون محرم علي دا اول حال عشان الاهل ما يقعوش في المحظور الامر التاني هان اليمين دي من الزوج سليمة لا طبعا مس سليمة ولا صحيحة انما هذه من الايمانات الخاطئة والعياذ بالله ليه لانه تحرمي علي يدية لها معاني متعددة الفيصل فيها نية الزوج يعني قد يكون ينوي بها يمينا نقول لد انت حلفت يمين خاطئة ويمين محرمة وعليك التوبة والنادم والاستغفار وكثرة العمل الصالح لانه حلف بغير الله عز وجل ولو الزوج اوقعت اليمين ففي هذه الحالة سيكون عليه كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين ان كان مستطيعا وإلا هل سمت للتياب احيانا يكون الزوج لا ينوي بها الحلف انما ينوي بها التهديد هيبقى نفس الحكم احيانا ثالثة ينوي بها الطلاق بالفعل ففي هذه الحالة يقع بها الطلاق لو الزوجة اوقعت اليمين او لو اهلها جابوا سيرة الناس دول وهي موجودة في وصيهم وبالتالي سيقع اليمين وتحسب طلقة على الزوجة الحالة الربعة من الممكن ان الزوج لا يقصد التهديد ولا يقصد الحلف ولا يقصد الطلاق انما يقصد الزهار يعني كأنه بيقول لها تحرامي علي زي امي وزي اختي او حسب ما يقولون لو هو يقصد بها الزهار ففي هذه الحالة ان وقع اليمين وهي جابت سيرة الناس دول او اهلها جابوا سيرتهم اليمين هتقع والحكم على الزوج في هذه الحالة كفارة الزهار العظمى صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى قبل ما يقترب من الزوجة او اذ عجز عن صيام الشهرين المتتابعين هيطعم ستين مسكينا وبالتالي تكون هذه هي كفارة الزهار والظهار لا يقع به طلاق في الغالب الا اذا قصد به الزوج طلاقا كما هو عند الامام الشافعي عليه رحمة الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السلام عليكم ام محمد عليكم السلام عليكم فضالي طبيلتي الشيخ لها بإذن حضرتك عندي سؤالي خير يا رب انا دلوقتي الحمد لله كان معي ولد ومات هو عنده واحد وعشرين سنة نعم هو كان غير مكلف كان عنده اعاقة ذهنية وفي اخر ايامه اتاعب يعني الحمد لله مات في رمضان الاب اللي فد على طول نعم انا يعني عايز اعرف حال بايت لأ من ربنا او انا معيش غيره والحمد لله يعني ما عنديش اوليه نعم هو تاعد بتاعد جامد جامد في اخر ايام بس انا كلما بشتكر بنظره هو سعدان وبشتكر رعبته على السرير يرحب علي و يعني الحمد لله انا حمدت ربنا اين عام انا سعيد قلت كلام يعني الحمد لله بس اتخفرت واردعت ربنا الحمد لله قلت دا زنب يعني دا بتلاقي من ربنا ولا يعني دا زنب ربنا حاضر دا السؤال الاول السؤال الاول السؤال الاول السؤال الثاني دا موت بحضرتك انا ما عنديش اولام الو معاك معاك السؤال الثاني يعني انا دلوقتي عايشة في شقة انا وجوزي هي ورث الارد احنا الاخوة الاربع بنات احنا اخوات اربع بنات كل بنتين لهم شقة فانا وجوزي عايش معايا من النظر اللي كان بيروخ والد الله يحامه فالجوزي تنعيش معايا اتناش في شقة نعم انا دلوقتي معايا عندي معايش بيتبقى منه يعني مبلغ كل شهر فلو حبيت اعمل صدقة دارية هي اه من المعاش ده او من فلوث انا بشي لها من المعاش ده ده يبقى حرام علي ولا انا كده بقى حرامت حد من المرافع ده معاشي انا خطبية ماشي حقر يعني ده فلوثي انا خطبية حال هل لو انا وستة اخت من اخواتي تعمل لي صدقة دارية او ديتلها مبلغ او انا عملت صدقة دارية من نفسي بحوالي ربع المبلغ اللي معايا يبقى حرام علي او انا تبقى حرامك حاجة من الورسة او حاجة حاضر حاضر يا اختنا ان شاء الله حاضر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا بنتي لو سامحتي يا شيخ انا يعني كل كل عيد فطر يعني لما بطلب من زوجي ان احنا نطلع زكات الفطر يعني بدري شوية او بالليل فبيقول لي ان افضل وقت يجيها قبل الصلاة فالعيد الفطر اللي خدت يعني اني رحت علينا نومة ولما ام يعني لما صحينا من يوم كان فضل قبل صلاة العيد حوالي عشر دقايق فعلى ما نزل علشان يوزع الذكاء يعني فكان قال لي كانوا صل تقريبا يعني يحب يحكمها السؤال التاني يا شيخ بعد اذنك الدور الشهرية عندي بتقعد سبع ايام وفي اليوم السادس بيبقى قدام عندي منقطع تماما وبينزل اليوم السابع بيكمل فالشهر اللي فات في اليوم السادس كالعادة ما فيش حاجة واليوم السابع برضو خلفت معي وما فيش اي حاجة كويس وانقطعت على كده بس كاليومون دول ما كنتش بصالي يا شيخ فانا علي قضاء الصلاة لي يومون دول هي اول شهر تعمل معي كده يعني اه ما نازلت في تعمل شكرا يا شيخ ما يا شيخ عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلامة ممكن لسا لفضل الشيخ لو سمعت معاكد فضلي قال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بقول له حبيبك انا عندي جزء متباقب فيه بقاله تلتاشر سنة والصورة بتاعته مقدرش نشير من الريتيبشن ابدا قالوا حرام ان انت تعلق السورة تحط فيها هل ده حرم ولا حلال حاضر السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ شعبا عليكم السلام ورحمة الله الله يكرمي ببارك الله فيه بس يا شيخ شعبان انا لي سؤاليا معلش شعبا لا يرضى عنك اول سؤال يا شيخ شعبان افرد يعني اعطى عيد شب يعني او اكبر من شب وتوفى ينفع ابوه لامه يعمل عمره بكانه يعني يحجوله حاضر طيب والسؤال الثاني يا شيخ شعبان انا الحمد لله رب العالمين ببعد اصلي من السبات القيام وبعد اصلي فاجل وبعد يعني افرد وصبشة باذن الله لا لما اصلي عن الشروق لا لما نعم بس الحمد لله يعني جنبت واجعتني في وام ولا انت بكر ما اصلي يعني ركعتين الشروق حاضر اللي ارتعلك يا رب الله يكرمك حاضر اختنا المتصلة الله يكرمها كان بتسأل زوجها يبدو ان هو صناعي محارة معلم محارة بياخد الشغلة احيانا المتر ب 12 جنيه او ممكن هو اللي يشيلوا يشتغلوا واحيانا يدي نفس الشغلة ده لصناعي اخر بعشرة جنيه وياخد هو الاتنين جنيه الفرق فهل المعاملة دي سليمة ايوة طبعا سليمة ليه اولا هذا عرف السوق والصناعي اللي هو بيشيله ابو عشرة ده بعد شوية هجيلوا شغلانة وهو مش فاضي معه شغلانة اخرى يوم يديها لصحبه وياخد برضو من وراها نسبة عمولة فده عارف ان الصحبه واخد العمولة والتاني عارف ان الصحبه واخد العمولة فهي على العموم من الصور المعروفة عرفا وليس فيها ان شاء الله مخالفة والاتنين جنيه ان شاء الله باذن الله ليسوا حراما انما هي مباحة باذن الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد يعني بتسأل يطرى المرأة الحامل لو فطرت في رمضان يعني يجب عليها الصيام يعني تقضي بعد رمضان ونتطعم بعد رمضان والله المرأة الحامل هيحصل حجم اثنين اما ان يستمر حملها بعد رمضان لسه لم تضع واما ان تكون وضعت بعد رمضان فاذا وضعت بعد رمضان انتقلت من كونها كانت حاملا الى الان اصبحت مرضعة والحامل والمرضع معها رخصة الفطر طيب هتعمل ايه الحامل والمرضع لو افطرت دائما ما اقول لو استطاعت القضاء ولو كان متفرقا يعني مش لازم وراء بعض الايام ممكن يوم في الاسبوع تقضيه ليه لان المدة طويلة جدا ما بين رمضان لرمضان عندنا 11 شهر كاملة يعني 46 47 اسبوع فلو افطرت لو صامت قضت يوم واحد في الاسبوع ده مش هيتعبها من ناحية ويبقى فعلة الافضل من ناحية اخرى انما امت تطعم ان عجزت عن القضاء بعد رمضان سواء كان مجمع متتابع او كان متفرقا احنا ليه بنقول القضاء افضل والصيام افضل من الاطعام لان الله عز وجل يقول وانت صوموا خير لكم وده نص القرآن الكريم اما ان عجزت عن الصيام ففي هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد اختنا كانت بتقول هي مش متعلمة لكن الحمد لله ربنا رزقها باخت علمتها الفاتحة وعلمتها بعض الصور القصيرة القصار الصور وعلمتها التشهد وعلمتها كيفية الصلاة جزى الله عز وجل الاخت المعلمة خير الجزاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه يبقى من تعلم القرآن وعلم غيره ده من افضل الناس ومن تعلم العلم وعلم غيره يبقى من افضل الناس وبرضو نفس الاخت السائلة نفسها جزاها الله خيرا اللي هي كانت حريصة على ان تتعلم القرآن وحريصة ان تتعلم كيفية الصلاة والتشهد وكده وصبرت على هذا التعلم فجزاها الله عز وجل خير الجزاء هي تقول أنا بعد ما تعلمت الحمد لله بدأت أعلم غيري والله كطر ألف خيرك وجزاك الله خيرا بس يريد تكون تعلمتي كويس عشان لما تيجي تعلم غيرك تعلميها بدون أخطاء إنما لو لسه إحنا بيحصل مننا أخطاء في القرآن الكريم فما ينفعش نعلم غيرنا لأن لو علمنا غيرنا وإحنا عندنا أخطاء بسيطة في القرآن يبقى هنعلم الغير بنفس الأخطاء البسيطة دي إنما إم تتعلمي حضرتك غيرك لما تكون بالفعل تعلمتي القراءة الصحيحة للقرآن الكريم بدون أخطاء يبقى في الحالة دي نقولك علمي الأخوات والنساء والفتيات اللي حوالين حضرتك وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد كانت بتسأل سؤال عادة ما يتكرر الأخت من النساء التي لا تستطيع قراءة القرآن يقولون لها أنت عايزة تختم القرآن أيوة عايزة تختم القرآن افتح المصحف ومشي أسبوعك صباعك ده يعني على الآيات وكلمات القرآن الكريم رايحة جاية كده رايحة جاية لما تنتهي الصفحة ليه بالصفحة للنحية اللي بعدها وافضل اعملي كده وحرك صباعك رايح جاية على صفحات المصحف لحد ما تختمي بأنت كده ختمت القرآن لا أبدا المعلومة دي غير صحيحة من أن لكم الكلام ده إنما إحنا عندنا إما أن نقرأ القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن يعني اللي بيعرف يقرأ كويس الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة طيب واللي مش مهر أو يعني مش بيقرأ كويس مية مية يعني ممكن نحصل خطأ بسيط ولا خطأين ولا ثلاثة قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران فإذا كنا بنقرأ مئة في المئة قراءة صحيحة ده أفضل الأفضل عندنا أخطاء بسيطة لكن بنقرأ ولو كان عندنا أخطاء بسيطة خير وبركة النبي يقول عليه الصلاة والسلام له أجران أيضا أجر القراءة وأجر المشقة وصعوبة القراءة عليه هو بيحاول يجاهد عشان يقلل حجم الأخطاء أو عدد الأخطاء في القراءة إنما إذا كان الإنسان لا بيعرف يقرأ قراءة صحيحة ولا قراءة متتعتعة وعايز يختم أو تختم المصحف فبنقول البديل عن القراءة في الحالة دي سماع القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن الكريم فاللي بيعرف يقرأ خير وبركة اللي لا يستطيع قراءة القرآن الكريم البديل هو أن يسمع القرآن الكريم وكان بعض أهل العلم يقولون إذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن الكريم وإذا أردت أن يكلمك الله فاسمع القرآن الكريم هذا هو الأفضل أما مسألة نحط الصباع ونمشي على الصفحات فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا أم محمد نسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر والرضى والاحتساب والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه ابنها توفي وكان سنه 21 سنة تقريبا ومسكين كان عنده إعاقة ذهنية ويعني بتقول يا ترى ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لأنه ما عنديش غيره ولا ده عقاب لي على ذنب أنا عملته أبدا إنما هو ابتلاء فقط فربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم ونابلوكم بالشر والخير فتنة وفي قرآن ربنا تبارك وتعالى ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني يفتنون يعني يمتحنون يعني ويبتلون ولقد فتن الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لتبلون في أموالكم وأنفسكم نبل في أموالنا أو نبل في أنفسنا بالمرض أو بالموت فكل دي ابتلاءات من الله تبارك وتعالى نسأل الله إن شاء الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالرضى والاحتساب والقبول إنه ولي ذلك والقادر عليه كان لها سؤال تاني تقول أنا ما عنديش مراء ما عنديش يعني أولاد وبالتالي عايش مع الزوج أولي معاش أحيانا بيفيد منه مبلغ ومدخرة من وراء المعاجدة مبلغ معين فيطرى ممكن أعمل لنفسي صدقة جارية آه طبعا ممكن تعمل لنفسك صدقة جارية ويستحب لك إنك تعمل لنفسك صدقة جارية أو توصي من وراءك أختك ولا أختك دي ولا دي إن هي تعمل لك صدقة جارية سواء هتاختريها بنفسك الحاجة الفلانية أو تسبلهم حرية الاختيار بس توصيهم إن هم يعملوا لك الصدقة الجارية ولما تعمل لك كلام ده لا تزيدي إذا وصيت يعني أختك تعمل من بعدك لا تزيدي في الوصية أن هي تعمل الصدقة بأكثر من الثلث لأنها تعمل الصدقة بأقل من تلت المبلغ أقل من التلت لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير خلينا ناخد اللي أقل من التلت اللي هو الربع فإما إنك تعملي الله يكريمك الصدقة على رأس حياتك بنفسك وفي الحالة دي أنت حرة تعمليها بالربع ولا بالتلت ولا بأكثر ولا بأقل وإما إنك لما توصي أختك توصيها أن تعمل الصدقة الفلانية في حدود ربع المبلغ لا تزيد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد بنتنا المتصلة زوجها ربنا يكرمه رجل متسنن وملتزم وعنده علم ما شاء الله وبالنسبة لزكاة الفطر يقول لها أنه أفضل أوقات أداء زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد يعني قبل ما يخرج الإمام لصلاة العيد لما يطلع داخل يدخل على المصلة والناس تقوم لصلاة العيد الوقت ده هو ده أفضل الأوقات قبل صلاة العيد لأداء الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل فالشاهد ان هو متبن المذهب ده وده كلام صحيح ان ده افضل الاوقات لكن افضل الاوقات دائما لما كنا بنتكلم في حلقات سابقة كنا بنقول هو افضل الاوقات لكنه وقت المغامرة وقت غير مأمون مش مضمون ليه مش مضمون انا ممكن تروع علي نومة زي الاخت ما قالك كده ان هي والزوج رحت عليهم نومة وارد اللي سبب او لاخر رحت علينا نوم فضاع الوقت وما قد نزكة الفطر لا فيه ولا قبله واحيانا ممكن ننزل عشان نواخدين الشنطة ولا الشنطتين ونروح نخبط على الراجل ده نلاقيه الراجل الفقير الفلاني ده رح يعيد في البلد نخبط على الراجل الفقير التاني ده نلاقيه خرج وقفل الباب وراح يصلي العيد فوارد ان احنا ايه نفاجأ بمفاجآت في التوقيت ده لانه توقيت ضيق جدا ما يدينيش مرونة في التصرف في بدائر كده ولا كده فهو ان كان الافضل لكن لا يجب المغامرة بالتحر هذا الوقت بالذات لانه العملية مش مضمونة زي ما شفنا بنتنا والزوج راحت عليهم نوم لكن هو في النهاية عبل ما وصل للفقراء المعنيين اللي هيديهم كانوا الناس صلوا العيد يعني انشغل بأداء زكاة الفطر وهو نفسه ما صلاش العيد وكان الناس صلوا العيد دي تجربة تعلمنا ان شاء الله عز وجل في السنوات القادمة يا سيدي بدل ما تستنى لهذا الوقت الضيق جدا وقت المغامرة اللي غير مضمون يا سيدي اديها بالليل بعد صلاة العيش صلي المغرب وصلي العيشة واطلع بزكاة الفطر بأنت قدتها ليلة العيد يبقى احسن كتير واضمن كتير واأمن كتير يعني احنا مش افضل من الصحابة ومش احسن تدينا ورعا من الصحابة ومش اعلا من الصحابة قال نافع رضي الله عنه اللي هو مولى عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري وغيره وكان ابن عمر سيدنا ابن عمر ده صحابي وسيدنا ابن عمر ده كان من الصحابة اللي بيتحروا جدا سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال نافع وكان ابن عمر يعطيها للذين يقبلونها يعني المستحقين لها يعني قبل العيد بيوم او يومين فاحنا نتعلم من عبد الله بن عمر ان هو بيؤدي الزكاة في الوقت الامن الوقت المضمون اللي غير الذي لا يحتمل المغامرة لكن على العموة يا بنتي هو درس نتعلمه ان شاء الله في السنوات القادمة لكن الحمد لله رب العالمين اهو ايه الزكاة وصلت للمستحقين وان كان ضاعت عليه صلاة العيد ربما فيعني ان شاء الله نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول وهي اجزاءة ولله الحمد والمن حتى لو خرجت في الوقت الحرج او حتى بعد صلاة الناس للعيد الحمد لله هو كالنائم وانت كنت نائمة فالنائم ليست عليه يعني كلفة وليس عليه ملام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة والله اعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد السلام عليكم شيخانا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزيلا حضرتك يا فنة مرحبا مرحبا ربنا رزقني الحمد لله جي اسمي في قرات الحجاج فليه بس بعض السورات بعد إذن حضرتك فضل جزاكم الله خيرا عند التواف هل يسن عند كل شوط جزيلا الحجر الاسود ان اقول جسم الله والله اكبر ام في المرة الاولى فقط طيب هذا السؤال الاول السؤال التاني بعد إذنك نعم هل المتمتع علي طواف قدوم حاضر السؤال الثالث وجزاكم الله خيرا هل طواف الوداع بعد انتهاء ثالث اهم التشريق ام عند مغادرة الأرض السعودية حاضر معلسة ناسف فيه سؤال تاني بعد إذنك سؤالين فضل بنا جزاكم يوم عند الزهاب اذا انتقد الوضوء عند التواف هل نتوضع وهل نعيد من الأول أم نكمل أشواط حاضر عند الزهاب من مزدلفة إلى عرفات هل بعد الفاجر أم بعد الشروق من مزدلفة إلى عرفات من ميناء معذرة من ميناء إلى عرفات من ميناء يوم التروية يعني يوم التروية إلى العرفات ايوه ولهو متمتع فنه لو متمتع هو دلوقتي بيقول لبيك اللهم عند الميقاد بيقول لبيك اللهم عمرة ام لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج حاضر يوم التروية يوم التروية يوم التروية ايه انا لو انا متمتع بقول لبيك اللهم حج مثلا قبل الظهر وأذهب إلى ميناء جزاك الله خير بارك الله فيك فيه تصالة فيه تصالة يا استاذ عيمان طيب ناخد الصال كمان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم الساحة بركات اتفضلي يا مجي لو سمحتك ما تلندم عني معاك اتفضلي الشيخ معاك على طول لو سمحت يا ساير اتفضلي انا عايز اعرف الشخ الشعبان دروش معاك معاك والله كذاك الله خير الله يكرمك الله يبرك لك ويصول عمرك لا تسمعني الله يكرمك حاضر انا عمدت قل ومجناني حاضر والله اتفضلي بقول لك يا ساير نعم الوقت انا كده عايزة 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 باذن الله بفئة الرحمن انا ما نواتش ايه كل السنة بخوا داي ربع ربع عزبة كده مع قواتي وبعد ما للمفلس اغاري اكسع فيهم اكسع لهم اللي يصنع لي ربع اه ستة الاف زميات لحاجة ايه ايه نعم بخوا باذن الله انا عزة السنة باج بعد ما بقال للمفلس اغاري بقال للمش حاجة بصفر تكها كلها ما عايزة عملهم حاجة وطول يعني عيال يتم اه ايه لربع اولاد بانتان وولدين ايه قال هو حرم علي لو انا حكست السنة وقبت لهم لحمة شرق من برس طيب حاضر حاضر الله يكريمك برك الله فيك طيب سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورسد الله بركاته فضلي السلام ورسد الله بركاته فضلي يا بنت تفضلي اه اه لو سمعت يعمل اه معاك تفضلي اه انا انا كنت بروح اه حلقات تعليمية كان بيديني شيخ ايه ايه نعم ايه ايه احمد الله للحمد دي اه اه انا بالوقت اللي تزمت بصلي في الاول انا مكنتش بصلي وماكنتش مواربة جدا على الصلاة وماكنتش منتزمة بالصلاة في الوقت الحمد لله انا انتزمت وتعرفت على اخواتك ويسين في الدين وآه وبيدلوني الى طريق الخير في الدين ويسوع فانا دلوقتي فيه فيه حلقات تعليمية بتديها السيدات فانا قلت الجوزي انا عايز اروح ايه ايه والحلقات التعليمية دي بتدي السيدات مفيش رجال بتخدش إطلاقاً خالص أنا رفت وشفت فهو قال لي لأ فهو بيقول لي انت بي هتروح من الصبح من الساعة تسعة لحد الساعة واحدة تتسيب البيت وتمشي لا ما ينفحش لا ما تخيش وزعلال ويبدايق فأنا مش عارفة والله يا شيخ نفسي أتعلم ونفسي أحفظ القرآن ونفسي أصلي صلاة صحيحة وفيه سؤال تاني معلش يا شيخ حاضر الصلاة بالسبحة يعني بعد ما وانا بختم في الصلاة بأسبح على إيدي ولا بالسبحة حاضر وصلاة الضحة عايز أعرف في الساعة بالضبط يعني الساعة تمانية ولا تسعة ولا عشرة عايز أعرف في الساعة بالضبط حاضر شكراً جزاك الله وكل خير الله يكريمك بارك الله فيك بنتنا كانت بتسأل الدورة الشهرية عندها سابعة أيام اليوم السادس لها عادة فيها يعني يخفل جداً اليوم السابع بتشوف علامة الطهر وبتغتسل خلفت الشهر اللي فات ده ولا تقريباً الشهر ده خلفت خلفت يعني زادت يوم ولا يومين وبالتالي طبعاً امتنعت أختنا عن الصلاة وربما امتنعت عن الصيام إذا كان الكلام ده كان حصل في شهر رمضان الاختلاف دي يعتدوا بيها ولا ما يعتدش بيها لا ما يعتدش بيها انت عادتك كما هي ثابتة في السنوات السابقة كلها ست أيام بتغتسل السابع خير وبرك سبعة أيام وبتغتسل في السابع ولا في اليوم الثامن هو ده المعتد بتاعك في السنوات السابقة اللي بنعول عليه حنفترك جد بقى الشهر ده ولا الشهر اللي فات وخلفت بمعنى بعد المكان السادس وبتغتسل السابع بقت السابع وبتغتسل الثامن اليوم الزيادة ده نعتد بيه ولا ما نعتدش بيه لا ما نعتدش بيه لازم نتأكد أولا يطار الدم الزياد ده اللي جي في اليوم الزيادة ده ولا في اليومين الزيادة دون هو نفس دم الحيد بتاع انبارح هو أول لو كان هو نفسه لونا ورائحة يبقى هناخد بيه على انه من الحيد لكن لو اختلف لون الدم ولا رائحة الدم عن الدم المعتاد بتاع الدورة الشهرية اللي حضرتك متعودة عليها يبقى في الحالة دي الاختلاف ده معناها ان الدم ده ليس من الحيد بيسموه في الشرع علماء الشريعة بيسموه استحاضة والاطباء بيسموه نزيف ففي حالة اليوم الزيد اللي هو مش من الحيد لاختلاف لون الدم ورائحته عن دم الحيد السابق بنعتبر استحاضة لا تمنع من الاغتسال والطهر والصلاة والصوم ابدا انما وقت ما نعوز نصلي في ايام فيها استحاضة بنتوضع لكل صلاة مكتوبة كما ارشد الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماشي الاخت المتصلة بتقول الزوج الله يرحم وهي معلقة صورة الزوج في مدخل البيت في الصالة هي بتقول طبعا الريسيبشن احنا مش عايزين نستخدم المصطلحات بتاع الريسيبشن دي لان دي مش مصطلحات لغة العرب لغة النبي لغة القرآن الكريم انما هنقول في صالة البيت فالشاهد هي مش قادرة شئلة لا طبعا مش قادرة دي انا مش موافقك عليها مش قادرة دي عشان العواطف انما لما نبقى عارفين انه النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام انه تعليق الصورة تبقى ظهرة كده في البيت في مكان بارز على الحيطة يمنع دخول الملائكة في الحالة دي حنضطر انت وانا غصب عننا نسمع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اولا عشان هو النبي انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا حتى ولكن مستحب ان يكون لهم الخيرة من امره الامر الثاني عشان دي بتمنع دخول الملائكة وده حصل مع النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة وضعت القرام السطارة اللي عليها تصوير على الجدار على الحائط وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اميطي عني قرامك هذا فانه منعني ان يدخل علي جبريل آنفة رضي الله عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل لما جيه يدخل في غرفة النبي عليه الصلاة والسلام في بيت السيدة عائشة وجد الصورة ما دخلش عملهم عن النبي عليه الصلاة والسلام فاحنا نسمع كلام النبي ونغالب العاطفة بتاعتنا أيها طبعا نسمع كلام النبي ونغالب هذه العواطف ثانيا عشان هي بتمنع دخول الملائكة الله يكريمك شير الصورة المتعلقة دي حطيها في الكمودين واللي حطيها في الدولاب موجودة هي في البيت موجودة ومسطورة غير ظاهرة وغير معلقة بحيث لا تمنع دخول الملائكة من ناحية وتبقى حضرتك سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية أخرى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا المتصلة بتسأل يا ترى نقدر نعمل عمرة للميت ونقدر نعمل حجة للميت يا ريت من ناحية نقدر يعني مباح في الشرعة طبعا مباح الحجة عن الغير مباح والعمرة عن الغير مباحة والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع سمع الراجل الصحابي بيحرم ويهل لبيك اللهم عن شبرمة شبرمة ده واحد غيره يعني واحد تاني يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحججت عن نفسك أولا قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الشاهد إنه ممكن نعمل عمرة آه نعم للميت وممكن نعمل حجة للميت ودي من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت وتنفع الحي أيضا لأن الدال على الخير كفاعله زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام والمرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحلة أف يجزئه أن أحج عنه قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليه داين أكنت قاضيته قالت نعم يا رسول الله قال فدين الله أحق بالوفاء فخير بركة إن حد يعمل لهم حجة أو يعمل لهم عمرة والأجر إن شاء الله عز وجل يكون للميت وللحي على حد سواء والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على النبي محمد أختنا ما شاء الله ما شاء الله ربنا يثبتها ويعينها ونسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينها وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادتك بتقيم الليل من الساعة اثنين وطبعا تفضل بقى في قيام الليل وتصلي الفاجر وتفضل في ذكر الله عز وجل لحد الشروق وبعدين تصلي صلاة الضحى نعمة ما تفعلين نسأل الله أن يعينك وأن يثبتك وأن يلهمك الرشد وأن يتقبل منا ومنك عملك عمل طيب وصالح ونسأل الله لنا ولك القبول إنه ولي ذلك والقادر علي أختنا المتصلة بارك الله فيها زي ما ذكرت بتدخل في ربع ذبيحة على سبيل العقيقة وبتسأل يا طارى الارشين دول أنا بجمحهم من وراء الولاد والولاد دول ولاد أيتام فيا طارى أكتف إن أنا أشتري لهم اللحم من الجزار ولا إن أنا أدخل في الأضحية وفي ذبيحة من ذبائح الأضاحي لا طبعا الأضحية أفضل من لحم الجزار الأضحية إقامة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما لحمة الجزار زي ما بيقولوا يعني إنما هي مجرد لحم عادي وصدقة عادية إنما الأضحية أفضل طبعا لأنها هادي النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي أنت عشان تفيد الولاد يبقى تضحي عنهم ويعني إحنا بنقول إنه أهل البيت يكفيهم صبع الذبيحة صبع البقرة أو صبع الجموسة أو صبع الجمل لو أنت دخلت في نص النص ده تلت أسباع ونص يعني ما شاء الله أضحية وزيادة تقدري يعني لو شايفا الأمور كده ولا كده تقدري تخش بصبع الذبيحة أو تأخذ سبعين من الذبيحة ويكون المبلغ هي بقى أقل شوية ويبقى إحنا كده أقمنا سنة الأضحية ونسأل الله عز وجل لنا ولك أن يكتب لنا الأجرة إنه ولي ذلك والقادر عليه بنتنا الزوجة الزوج غيور ما شاء الله عليها جدا أنعم وأكرم بهذا الزوج لكن الغيرة زايدة شوية إيه بتاخد حلقة التحفيظ الأول على يد شيخ والزوج رفض وأنا كمان أرفض وأرفض بشدة كمان إنه يباشر تعليم النساء شيوخ يعني رجالة سواء حتى لو كان شيخ طاعم في السن ليه لأنه يعني ده مش الوضع الطبيعي يعني حتى لو كان أعمى كفيف البصر ليه لأنه قيل إن ابن أمه مكتوم أعمى أفعموة تاني أنتم طيب هو أعمى لا يراكم لكن أنتم أنتم شايفينه قدامكم وبالتالي الزوج رافض وأنا أحيي هذا الزوج على هذا الرفض خاصة إنه حلقات تعليم النساء العلم الشرعي وحفظ القرآن الكريم ما شاء الله منتشرة في ربوع البلاد شرقا وغربا فيغنينا عنها إن إحنا نحضر حلقة التحفيظ مع الأخت المحفظة لكن المفاجأة المفاجأة إن الزوج كمان رافض المعلمة يا أنا خايف بقى ليكون رافض الزوج مش على موضوع بقى المعلم والمعلمة يعني الشيخ والشيخة لا ده الموضوع أنه هو مش عايز الزوجة تخرج من البيت أصلا فأنا أقول إن كانت هذه الزوجة الله يكرمها لا تقصر في عمل البيت مع الولاد ولا مع الزوج فلا يجوز للزوج في هذه الحالة أن يمنعها من هذا الخير نقول له يكره لك أن تمنعها من هذا الخير لأن هي بتصلي بيقول هو الله أحد عايزة تتعلم دينها وإنت الواجب عليك أنك أنت اللي تعلمها أو تساعدها أن هي تتعلم على يد الشيخة فمسألة أن هي تخرج وهي الحمد لله مكفية البيت ومقضية شغل البيت يكره لك أن تمنعها إنما إمتى الزوج يمنعها لو عشان تروح حلقة التحفيز سايب البيت يضرب يقلب كما يقولون وسايب الولاد كده هملا لا في الحالة دين يقول لها يا بنت لا حسن تبعولك في البيت أولى من خروجك لحلقة التحفيز دي مستحبة ودي واجبة عليك فأنت لا تنشغلي بفعل المستحبة وتطرقي فعل الواجب فأنا أسأل الله عز وجل أن يفتح قلب الزوج إنه لا يمنعها من الخروج إلى حلقة التحفيز مدام الشيخة ومعلمة اللي هتعلمها وممكن تختصر يا بنت الوقت شوي بدل من 9 الواحدة يعني خليها مثلا من 9 الـ 11 تشوفي حلقة بتوقيتها من 9 الـ 11 بلا من 9 الواحدة دي عشان يمكن برضو طول الوقت ده الراجل مش مستغني عنك وعايز الزوجة تبقى موجودة في البيت بصفة شبه دايما فما تتباعديش عنه هذه المدة الطويلة لو في حلقة أخرى من 9 الـ 11 يبقى قدينا المطلوب وما زعلناش للزوج نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد هي بعد الصلاة عايزة تختم يعني الأذكار اللي بعد الصلاة يطر على الأصابع ولا على السبحة لا طبعا على الأصابع أفضل وأولى إلا إذا كنا بنطلخبط من الأذكار وعدها على الأصابع لما نكون بنطلخبط في عد الأذكار اللي هي الثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين وثلاثة وثلاثين دي بنطلخبط لما نعدها على الأصابع في الحالة دي نستعين بالسبحة فالسبحة تغنينا عن أن نعد إحنا وهي اللي بتعد لأن هي معدودة جاهزة ثلاثة وثلاثين وثلاثين فالأصابع أولا فإن لم تكن الأصابع تؤدي المطلوب يبقى السبحة بعد ذلك بتسأل عن صلاة الضحة صلاة الضحة من بعد شروق الشمس بتلت ساعة عندنا الشروق الساعة خمسة تقريبا ممكن خمسة إلا دقيقتين إلا خمسة إلا سبع تمن دقايق الله أعلم يعني على خمسة ونص كده تقداري تصلي أو على خمسة وتلت تقداري تصلي الضحة وكل ما تتأخري بعد خمسة وتلت يكون أفضل يعني تمانية تسعة أفضل من الساعة خمسة وتلت وخمسة ونص وستة عشر أفضل من الساعة تمانية ومن الساعة تسعة لكن على العموم وقتها واسعة من خمسة وتلت الحادة قبل الظهر بدلت ساعة تقدر تصلي صلاة الضح أخونا المتصل كان ما شاء الله ربنا قدر له وكتب له الحج إن شاء الله عز وجل وهو له بعض أسئلة في موضوع الحج فبيسأل على سبيل المثال في الطواف هل في كل شوط يلزمني لما آجي عند الحجر الأسود أشير إلي وقول بسم الله والله أكبر أيها هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب الرجل المتمتع عند الإحرام بالعمرة يقول لبيك اللهم عمرة وللبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فهذا أفضل من أن يقول لبيك اللهم عمرة لكن لو اكتفى بلبيك اللهم عمرة فهذا الصحيح لأنه بالفعل هيعمل عمرة في الأول وهينتهي منها تماما ويحل منها تماما وبعدين يبدأ الحج بتاعه إن شاء الله عز وجل كان بيسأل برضو طواف الوداع يا طرى إمتى طواف الوداع من الآخر كده آخر ما تنتهي كل طلباتك وأشغلك في مكة يوم الرحيل اعمل يوم الانصرف يعني من مكة تعمل طواف الوداع وطواف الوداع ده واجب من الواجبات طيب لو هو أثناء الطواف أحدث إذا والله قدرت تخرج من شدة الزحام دي وتتوضى مرة تانية يبقى هتبني على ما سبق إنت أحدثت في الشوت التالت هنلغيه ويبقى عملنا شوتين بس هنبدأ من التالت وطالع وهكذا تبني على ما سبق طيب وإحنا خرجين من ميناء إلى عرفات نطلع إمتى من ميناء يوم التروية إلى عرفات يعني صباح يوم تسعة نطلع إمتى يا طارى بعد الفجر ولا نطلع في الضحى لو طلعت في الضحى أفضل ما تطلع بعد الفجر لكن لو المطوف والمشرفين خدوكم بعد الفجر ورايح فلا بأس إن شاء الله عز وجل عليك والله أعلم كان بيسأل برضو التروية أحرم قبل الظهر احرم يا عمي في الضحى في الضحى يعني من الساعة سبعة كده ستة سبعة تمانية تسعة تحرم في هذا التوقيت يوم التروية ويوم التروية على بعض كله كده بما فيه المبيت في ميناء من السنن الحج وليس من أركانه ولا من واجباته كان بيسأل المتمتع عليه طواف قدوم لا المتمتع عليه طواف القدوم طواف القدوم ده على المفرد والقارن أما المتمتع ما هو كده كده رايح يطوفه اللي هو طواف العمرة فليس على المتمتع طواف قدوم لأنه كده كده بيطوف بالبيت طواف العمرة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام الحمد لله وقت حلقتنا قد انتهى شكر الله لكم متابعتكم وشكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع والشكر موصول لفريق العمل بارك الله فيهم وجعل الله هذا في موازين حسناتنا وحسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه حتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله الاثنين في الرابعة عصرا لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 شكرا